بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل ما مقرر Thermodynamics and Nutri-Mechanics المحاضرة الرابعة سوف نأخذ ان شاء الله في هذه الحصة بداية تعريف الإنرجي أو الطاقة إنرجي زي ما مكتوب هنا One very important concept is in the study of Thermodynamics is energy يعني من أهم الأشياء أو المواضيع اللي سمت دراستها هي الإنرجي Energy has been defined يعني تم تعريفها as the capability to produce an effect يعني هو القدرة على إنتاج أو توليد أثر In the international system of units in SI units Energy is measured in joules But in many fields other units such a kilowatt hour أو kilocalorie يمكن استعمالها فقط هنا إذا ما نعرفه إنه واحد كالوري أو واحد سعر حرارية يساوي 4.18 جول واحد كيلو وات أور يساوي قبل منعة المعلومة هذه إذا ما نعرف إنه واحد وات ساكند يساوي واحد جول فإذا واحد كيلو وات أور أو واحد وات أور يساوي 3600 جول بما أنه أور تساوي 3600 ثانية فلو أضفنا كيلو وات يعني راح تكون 3600 في 1000 يعني راح تكون 3600 في 10.5 جول بالطبع واحد كيلو وات أور أو كيلو وات أور تستعمل خاصة في الكهرباء فلما نشوف فواتير الكهرباء مثلا راح نحصل إنه استعمال اليونت حق الكهرباء تحسب بالكيلو وات أور بالنسبة للكالوري يمكن استعمالها زي ما نعرفه في السعر الحرارية أو ما يمكن مثلا بالنسبة للإنسان أيضا واحد كيلوري هي الطاقة اللازمة لزيادة واحد جرام من الماء واحد درجة مئوية نعيدها واحد كيلوري يساوي أو ما يعادل من الطاقة التي تلزم لتسخين واحد جرام من الماء واحد درجة مئوية طيب بالنسبة للإنرجي في عنا أكثر من نوع اللي راح نشوفه امتباعا إن شاء الله اللي هو Potential Energy, Kinetic Energy and Internal Energy السلايد هذا اللي نشوفه قدامنا راح نبدأ بتعريف Potential Energy فزي ما نشوفه هنا الرسمة الموجودة على اليمين عندي هنا سائق الدراجة لما يبغى يطلع فوق الجبل فهنا Energy N يعني إيش؟ يعني الإنرجي قاعدة تزيد بالنسبة لما يكون في فوق الجبل بأنه يحصل Potential Energy الأعلى لما ينزل من سطح الجبل تصبح Energy Out أو Potential Energy Out فيمكن فهم من خلال هذا أنه Potential Energy تزيد مع الارتفاع وتنزل مع لما تنزل السائق أو سائق الدراجة من هذا الارتفاع فإذن Potential Energy زي ما موجود هنا تعريفها هو Energy of an Object or System due to what? to position of body يعني مرتبطة بتواجد أو مكان هذا الجسم في الأس عيونات بالطبع بما أنها Energy فإنها تحسب زي ما قلنا قبل في تعريف الإنرجي بالجول وما يرمز إليه بحرف J Capital Potential Energy يرمز إليها باستعمال الحرفين الأولين من Potential وإنرجي فترمز إليها P and A Potential Energy زي ما قلنا وحدتها هي الجول وتساوي حسب العلاقة الموجودة أمامنا المس M يوحدتها الكيلوغرام G اللي هي Acceleration of Gravity ولا Due to Gravity Z اللي هي Elevation حقتنا أو High Relative to Some Reference Level يعني على حسب ارتفاع هذا الجسم تعريف الثاني وهو تعريف زي ما قلنا Kineric Energy أو المتصل بإيش متصل Energy which is processes due to its motion يعني هو المرتبط بالحركية الجسم فهذا ما يعبر عنه بالkineric energy أيضا It's defined as the work needed to accelerate a body of a given mass from rest to its stated velocity يعني إيش هو الطاقة اللازمة أو الشغل اللازم لـ Accelerate a body وزن وزن معين الكيلوغرام من هدوء أو من stagnation point وإلا من الركود إلى إيش إلى سرعة معينة لما إذا تغيرت السرعة وطبع هنا نقدر نشوف الأمر هذا أيضا لما نشوف المعادلة اللي تستعمد بالنسبة للkineric energy اللي هي تساوي نصف الكتلة في السرعة أيش هنا شباب تربيع نصف الكتلة في السرعة تربيع طيب هنا قبل ما نمر فقط أود الإشارة إلى الوحدات زي ما شفنا في الحصة الأولى والحصة الأولى أول شي عندي kineric energy استعملت إيش؟ استعملت الحرفين الأولين من kineric energy يعني حرفين الأولين ويكونوا capital letter فهنا راح نرجع للpotential energy ونرجع أيضا للkineric energy ونشوف الوحدة زي ما قلنا الpotential energy تساوي m في الجي في الز وحدة الم كيلوغرام وحدة الجي متر وحدة الز هي متر بالطبع نعرف وحدة الpotential energy هي جول فأيضا جول يساوي كيلوغرام في متر تربية على سكن تربية لما نضرب متر في متر نشوف القاعدة هذه أو العلاقة هذه هل هي صحيحة أيضا بالنسبة الكيلوغرام energy فعندي الكنيريك energy زي ما نعرف بالجول المس بالكيلوغرام والسرعة بالمتر per second لكن هنا عندي التربية فأيضا نضيف تربية تربية تصبح لي جول تساوي كيلوغرام في متر تربية على سكن تربية بالنسبة الكيلوغرام المتر المتر والسكن اللي هما بيزد ولا بيزك س آي جونت زي ما شفنا في الحصة الأولى التعريف اللي ممكن بعدين يتم اختزاله والتعريفين الماضيين اللي هو specific energy فزي ما قلنا في الحصة اللي قبل انه كلمة specific لما تطلق على أي شي راح يكون الشي اللي بعده تقسيم ايش شفاب تقسيم الكتلة يعني راح يكون specific energy راح يكون هو ايش هو راح يكون ال energy على ماذا على الكتلة أو الماس فلما نقول هنا specific potential energy يعني راح تكون ايش راح تكون potential energy زي ما يشوفوا هنا على ايش كلمة specific على الكتلة specific تاخذ نفس الحروف اللي موجودة حقه الشي اللي نبغاه يعني هنا مثلا potential energy لكن راح تكون ايش small letter فهنا small letter راح يتكون potential energy على الماس بالطبع بما انه وحدة هذا هي جول وحدة هذا هي الكيلو جرام فتصير وحدة potential energy هي جول per كيلو جرام نفس العملية هنا specific بعدين kinetic energy راح تكون ايش kinetic energy capital letter على ايش بيعنا specific على الكتلة استعمال استعمال الحروف هنا small letter زي ما استعملنا في potential energy small letter فرح تكون الوحدة حقتها نصف V تربيع نعرف انه kinetic energy وحدتها هي جول الكتلة هي الكيلو جرام فزي ما شفنا بالنسبة لل potential energy kinetic energy راح تكون kinetic energy على الماس يعني جول per كيلو جرام اللي هي الماس ايضا يمكن ايجاد الوحدة اللي كنا نبحث فيها الحين يعني specific kinetic energy تساوي نصف الكتلة نصف اسمحولي نصف السرعة تربيع بما انها السرعة meter per second يعني راح تصير متر تربية على second تربية يعني اما تكون specific kinetic energy ولا specific potential energy متر تربية على second تربية او راح تكون الوحدة حقتها جول per kilogram فهنا عشان اللخص الامر هذا يعني الوحدة هنا جول per kilogram او ما يساوي متر تربية على second تربية نفس الشي هنا متر تربية على second تربية هنا نكون خلصت المحاضرة هذه اود فقط سؤالكم قبل ما ننه المحاضرة ايش العلاقة اللي تربط الجول ب SI unit ما انه derived unit ليس العلاقة اللي تربط يعني كيف يمكن حسابه بحساب الكيلوغرام متر second kelvin وغير ذلك من الوحدات الاساسية السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة